سلسلة ألعاب الأكشن والمنصات راتشت أند كلانك اللي بدأت منذ عهد بلاي سيشن 2 طالما كانت وحدة من أكثر السلاسل المفضلة بالنسبة لي من سوني رغم تعدد أجزائها وتفاوت المستوى بينها لكن من الجيل بلاي سيشن 4 والسلسلة تقدم نفسها بشكل ممتاز والآن بالسنة الأولى الجهاز بلاي سيشن 5 نحصل على الجزء الجديد منها واللي يستعرض معه العديد من قدرات الجهاز السوني المنزلي الجديد خصوصا من أحت الرسوم وصورات نقل بيانات والتحميل لكن هل هذا كان لنعكاس على اللعبة وقدم تجربة مختلفة؟ وهل حصانة لعبة راتشت أند كلانك مميزة جديدة تستحق خوضها وقضاء ساعات معها؟ اليوم نتعرف على الإجابة من خلال مراجعتنا للعبة راتشت أند كلانك شق طريقك أول شي خلنتكلم عن قصة اللعبة قصة اللعبة أحداثها بعد أحداث قصة لعبة راتشت أند كلانك إنتو دا نيكسس بحيث باتت شخصيات راتشت وكلانك أبطال قوميين في وطنهم واليوم يحتفلون فيهم الجماهير بحفل خاص لكن مثل منجرة العادة الأمور ما تصير بشكل جيد مع ظهور الدكتور نيفاريس الشرير وتدميره للحفل وأيضا سرقة سلاح كلانك قام بابتكاره كهديا الراتشت وفكرته هو إمكانية السفر بين الأبعاد المختلفة وكلانك أراد أن هذا السلاح يتيح لراتشت فرصة للعثور على مخلوقات اللونبوكس بين الأبعاد والبحث عن أسرته لكن الدكتور نيفاريس قام بسرقة هذا السلاح واستخدامه عشان يحكم بعد جديد ويصيره الأمبطور هناك ومن هنا تبدأ المغامرة واللعب بين الأبعاد والجديد بهذا الجزء هو ظهور شخصية رئيسية رائعة جداً والحديث هنا عن شخصية ريفت وهي عبارة عن شخصية راتشت لكن ببعد آخر ومن مخلوقات اللونبوكس وهي أنثى وهذه الشخصية تلعب دور مهم جداً وجوهري في القصة وضيف الكثير القصة تلعب أيضاً خصوصاً مع تقدمك في الأحداث وما عرفتك لماذا هذه الشخصية أو قصتها واللعبة تقدم أكشن ومغامرة وتلعب شخصيات متعددة مثل شخصية راتشت وشخصية كلاغ وشخصية ريفت وأيضاً شخصيات ثانية نخليكم أنتم تستكشفونها بنفسكم وطبعاً كل شخصية منهم تعطيك نوع وتنوع في اللعبة مثلاً شخصية اسمها غليتش هذه الشخصية بتكون تساعد رانشت في تحكير الأجهزة الموجودة في اللعبة عساس تقدر تفتح بوابات وأشياء ثانية ولما تدخل على التحكير رح تلعب بشخصية الروبوت غليتش وتحاول أنك تستكشف المكان وتقتل الفيروسات الداخلية عساس تقدر تخلص المرحلة وداماً نتكلم أن اللعبة ستكون حصرية بلاي سيشن فايف تم تطويرها للجهاز من البداية فالسؤال الأهم بيكون كيف ماذا جودة الرسوميات التي تقدمها اللعبة خصوصاً كون نتحدث عن مشروع من فريق التطوير إنسومنياك الشهير خلف ألعاب سبايدر مال وهو بلا شك واحد من أفضل فرق التطوير التابعة لشركة سوني خصوصاً على صعيد المستهرات البصرية إذا تمون لك تجابة مختصرة فالفريق قدم لنا لعبة قوية جداً من ناحية الرسوم وتفاصيل العوالم والشخصيات وتأثيرات الأسلحة والانفجارات ومواجهة الزعماء العمالقة وتنوع البيئات كلها أشياء رائعة جداً وما في هناك فرق كبير ما بينه بين مشاهد عرض الاستعراض القصة وخوض اللعبة نفسها من ناحية الرسوم مثلاً نقدر نشوف بوضوح فروش شخصيات راتشت ورفت والتفاصيل الجميلة بحركة الوجه الواقعية لما يتكلمون أو يكون في حوار يدور بينهم وهذه اللعبة جميلة جداً بألوانها المتعددة ولا شك كونها لعبة عام أول للبيليستيشن 5 فالأمر حماسي جداً لمعرفة ما هو قادم يمكن النقلة الأكبر باللعبة والتي تم استعراضها كثير من كشف اللعبة هي طريقة استخدام اللعبة للقرص الصلب الخاص بالبيليستيشن 5 من نوعية الـ SSD والتي يتيح سرعة كبيرة بنقل بيانات من خلال عروض اللعبة طالما كان الحديث منصباً على هذه النقطة وكونها بتلعب دور جوارياً في اللعبة هنا بطريقة الانتقال بين الأبعاد بسرعة كبيرة جداً وما راح يكون فيه فترات تحميل وحقيقةً في بداية الأمر كنت أظن أن الأمر مجرد دعاة إعلانية للعبة لكن بعد خوضي في اللعبة ما أقدر أتخيل نفسي أرجع لألعاب ثانية ما تقدم هذه السرعة المبهرة بالتنقل ما بين العوالم والأبعاد هذه اللعبة ما فيها أي فترة تحميل وهذا الشي جداً يصعب تصديقه بلعبة أسطوانة من دخول السيدي لأسواق ألعابنا وحال نتعود على فترات التحميل لكن هذه اللعبة تلغي هذا الشي تماماً ما في هناك أي فترة تحميل بأي وقت في اللعبة لما تبدأها التنقل بين عوالم والأبعاد داخل اللعبة سريع جداً ولحظي في لحظات فمثلاً بعض الأحيان يتوجب عليك التنقل من بين بعدين مختلفين في نفس العالم عبر الدخول بوابة الأبعاد وهنا الأمر يتم بسرعة كبيرة جداً رغم الاختلاف الكبير بتصميم العوالم وحياناً أيضاً لما تكون تتقاتل مع زعماء بندقل فيك القتال بين أبعاد مختلفة في وسط القتال وكواكب مختلفة تماماً والأمر رح يصير من غير ما تحس فيه ومجرد دخولك بوابة الأبعاد أنت رح تعالم جديد بالكامل من غير أي فترة تحميل هذا الأمر رح يلعب دور مهم جداً في اللعبة فمثلاً في ساحة القتال بتلقى بوابة تتنقل بتضغط عليها تتنقل من مكان بساحة القتال لمكان آخر وهذا الأمر يجعل تبني استراتيجيات لمواجهة الأعداء وتقدر تقتلهم من أي مكان تبغى الخريطة طيب لما نتكلم عن لعبة تراسة أنكلاش وكنانا الآن نخوض اللعبة رقم 16 في هذه السلسلة فحنا ندرك تماماً أي شي رح نحصل عليه أنت رح تنعب بوحدة من الشخصيات اللي تستخدم الضربات العادية أو الضربات بالأسلحة للتقدم ومثلاً جارة العادة في اللعبة تقدم لنا عدد كبير من الأسلحة تقدر تشتريها وتطورها وكل سلاح أسلوب الخاص بمواجهة العداء فمنها الكلاسيكي ومنها من يحمل أفكار جديدة بالكامل خاصة للعبة هذا وهناك بعد تطوير الأسلحة يكون عن طريق تكسير كريستالات مخبأة بعالم اللعبة وشراء الأسلحة يطلب منك جمع النقود عبر هزيمة العداء وكسل صنادين وهذه اللعبة هي واحدة من الألعاب اللي تكافئ اللاعبيين كثير لما تخوضون ساعات كبيرة في لعبها واستكشافها للمناطق وأيضاً انهاء المهام الجانبية والإضافية عشان جمع المزيد من النقود وشراء المزيد من الأسلحة الخارقة والغالية تكون أحياناً ما اقترابنا لنهاية اللعبة ما يختلف مضام اللعب أبداً ما بين شخصيات راشد ورفيت ونفس الأسلحة والتطويرات اللي تشتريها لأي شخصية منهم راح تكون متوفرة بشكل مباشر للشخصية الثانية مميز اللعبة كثيراً هو التنوع بأسلوب اللعب ففكرة اللعبة الرئيسية هي الأكشن بالمقام الأول بحيث بتهزم الأعداء عشان تتقدم وتلعب منصات دور أقل بسلسلة ألعاب وراشتين كلانك لكن إن كان غالبية تلعب فقط أكشن فالأمر بيكون عادي جداً عشان كذا اللعبة تقدم معاه الكثير من التنوع بيخوض بعض المهمات لشخصيات كلانك وكيد والتي تعتمد لحل الغاز لتقدم فيها أيضاً وهناك مهمات خاصة لشخصيات قليتش والتي تقوم مثل ما قلنا بيقات الفيروسات داخل أجهزة والحواسط اللعبة تقدم معها موسيقى رائعة جداً وتعفيرات جميلة لضربات الأسلحة وكذلك التمثيل الصوتي والحوارات على جانب الصوتيات فهو كما الحال مع رسوم اللعبة فاللعبة تقدم معها تجربة قوية بهذا الجانب طول القصة في اللعبة مو طويل أبداً لما تبين فقط أنك تنهي قصة لكن هذه اللعبة تقدم معها لكثير من المحتوى فبعد إنهائك لأي كوكب لك الخيار بخوض المهمات القصة الرئيسية فقط وزيارة الكواكب الرئيسية أو أنك تروح وتخلص مهمات جانبية تساعدك جداً لجمع الأموال وشراء الأسلحة الجديدة وهناك الكثير من الكنوز تجمعها والتي تساعدك بالحصول على أزياء إضافية للشخصيات وبعد إنهاء اللعبة أيضاً في أطوار مهمات إضافية هذه اللعبة تقدم معها محتوى كبير جداً لما يحب التجميع والحصول على كل شيء بالألعاب لكن تتخيلون أنه لما انتهيت من طور اللعبة في القصة فقط أنهيت منها أقل من 60% من إجمالي محتوى اللعبة واللعبة ستقدم لك ثلاث خيارات للأداء الطور الأول اسمها Fidelity وبيعرض اللعبة لدقة 4K ديناميكية أو متغيرة مع 30 إطار في الثانية ووجود تقنية تتبع الأشعة ريت ريسيق وأيضاً خصائص لتحسين الإضاءة والتأثيرات من تجربتنا لهذا الخيار الرسوم الألوان ومظهر اللعبة بشكل عام كان مبهر جداً لكن بمجرد ما ندخل بأجوال أكشن كنا فعلاً نحس بمرارة كون الخيار هذا يشتغل بسرعة 30 إطار فقط والطور التالي اسمه Performance بيكون بتقة عرض متغيرة مع 60 إطار في الثانية والأهم أنه من غير تتبع الأشعة أو ريت ريسيق وهذا الشي راح يفتقد أشياء كثيرة من وجود تحسين للصورة وجعلها شكلها جميل بالنسبة لنا وأخيراً آخر طور وهو اللي ننصح فيه والأفضل اللي هو اسمه Performance RT هنا تكون دقة عرض متغيرة لكنها أقل من الأداء في Performance Mode وبتكون 60 إطار وأهم شيء يميز عن Performance هو وجود خاصية تتبع الأشعة أو ريت ريسيق وأيضاً وجود خصائص تحسين الضوء بصراحة هذا كازي ما قلت لكم الخيار المفضل للعب لأنه يجمع خصائص الإضاءة الرائعة وأيضاً سلسلة اللعب ب60 إطار وبالتالي لما جربناه عرفنا أنه خيارنا الواضح وما لاحظنا فرق كبير أبداً في الرؤية ما بينه وبين الطور العادي الفيدلتي ولا خلنتكلم عن السلبيات اللي لاحظتها في اللعبة أول سلبية لاحظتها هي تكرار المهام الجانبية يعني تروح من شخص يعطيك مهمة جانبية بعدين تروح كوكب معين وهناك تقتل أعداء الموجدين وتاخذ الأيتم اللي يبغاه وترجع له ويعطيك المكافأة هذه المهمة تكررت كثير من أشخاص مختلفين في اللعبة وأيضاً سلبية لاحظتها ثانية هي تفاوت الصعوبة في اللعبة مهما تكون بغير الصعوبة لو نكحات مثلاً وضع النورمل وبعدين تروح عند المرحلة تلعبها تكون سهلة جداً لكن لما توصل عند الزعيم حق المرحلة يرتفع معدل الصعوبة فوق ويكون صعب جداً هذا شي غريب جداً لاحظتها في اللعبة كان في مشاكل بسيطة تقنية مع الكاميرا مثلاً تكون تقفز تكون الكاميرا تجي من فوق فجأة هذا شي ما تكرر كثير فقط قليل وأتوقع يقدرون يعدلونه في تحديثات ثانية واللعبة تقدم معها دبلجة عربية للأصوات الشخصيات وبشكل ممتاز جداً تناسق مميز ما بين أصوات الشخصيات والتمثيل الصوتي العربي لها بتفاعل جيد مع الأحداث والحوارات نترككم الآن مع جزء من الأصوات العربية عشان تسمعون بنفسكم صارة لم أتوقع رؤيتكما هنا بعدما كان الجون على وشك سحقكما قبل دقائق أوه ماذا تريد يا نيفاريوس هذا الآن عليك فقط العثور على صديقك الذي هو أيضاً بأعجوبة لومباكس لإنقاذ الموقف العودة إلى الوطن لابد أنك تظن أنني حمقاء انظر زي ما تلاحظون سوني تتحسن كثير بهذا المجال مع كل أصدار جديد لها لعبة راجد أنك لانك شق طريقة هي تجربة مميزة جداً على بلاي سيشن 5 تستعرض لنا مزايا الجهاز بشكل رائع وتقدم معها مغامرة جميلة بمظهرها وممتعة جداً بلعبها مع محتوى كبير جداً وقصة مشوقة فهذه واحدة من أجمل ألعاب هذه السلسلة حتى الآن وتستحق التجربة بلا شك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر